اعادة الامبراطورية الفارسية لا حماية الشيعة في المنطقة هو هدف ايران بحسب صحيفة التايم الامريكية نظام طهران الذي تكفل بتصدير ثورة الخمين الى المنطقة كافة كان من الواضح انها محاولة لنشر الفوضى وخلط الاوراق وبالتالي توسعة النفوذ عبر مساومات وفرض امر واقع وان لا سلام ولا امان الا بالتفاوض مع ايران وان كان على حساب مدن مدمرة واشلاء شعوب ممزقة ورغم كل اشكال التخادم الامريكي لايراني طوال السنوات الماضية الا ان الخلافة نشب مؤخرا بين المتخاصمين على الكعكة في المنطقة والذي ترجمته تصريحات الطرفين الذين اتهم بعضهم البعض الاخر بتجاوز الخطوط الحمر وفي محاولة لتبرير ما اقدمت عليه الولايات المتحدة ضد اذرع ايران في المنطقة فقد كشفت التايم الامريكية عن تقديم واشنطن صورا من الاقمار الصناعية تظهر بقايا الاسلحة الايرانية المدفونة في قاعدة تابعة لميليشيا الحشد قرب الحدود السورية في منطقة القائم غربي الانبر استهدفها الطيران الصهيوني وطلبت من رئيس الوزراء في حينها التحقيق في ذلك الا ان ميليشيات ايران صاحبة الصطوة هناك رفضت دخول اي فرق حكومية الى القاعدة المستهدفة لمرتين متتاليتين وسط صمت حكومي خشية الفضيحة والاقرار بانها ليست صاحبة القرار وهو مشابه لما جرى في منطقة جرف الصخر شمالي بابل والواقع تحت سيطرة ميليشيا حزب الله والتي اعترفت لجان برلمانية ان الحكومة عاجزة عن دخول هذه المنطقة بل يخشى مسؤولوها من القتل او الاختطاف ان اقتربوا منها وضمن سياسة ليل اذرع بين واشنطن وطهران في المنطقة واتخاذهم العراق ساحة لتصفية الحسابات بينهما اكد الصحيفة التامة الامريكية ان عادل عبد المهدي يحاول تأخير رحيل القوات الامريكية من العراق وفقا لمستشاره ليس خوفا من تهديدات ترامب فقط بل من هروب الاستثمارات الغربية والشركات النفطية الاجنبية وعزل العراق دوليا وهو ما يعني انهيار الاقتصاد العراقي كانت التظاهرات الشعبية الغاضبة طوال 16 عاما مضت اهم اسباب اندلاعها بعد تفشي الفقر والبطالة وتحميل احزاب السلطة مسؤولية تفشي الفساد وهدر الثروات الصحيفة الامريكية اختتمت تقريرها بالقول ان العراق واقع تحت سيطرة ايرانية شبه كاملة على مفاصل الدولة ولا يمكن التكهن بما ستقول اليه الامور في العراق مع تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن الآن ومستقبلا الا انه لا يكون هناك ما يوحي بالتفاؤل ابدا